اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتصلوا بكافة شرائح المجتمع حيث وجه جلالته الى معالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها بعزم اكيد ورغبة جادة لما يمثله التقاعد من اهمية كبرى في حياة الفرد لذا ينبغي ان يحظى بالاولوية في هذه المرحلة على اي شأن مجتمعي اخر ويكون هناك توافق عام بشأنه وضمن هذا السياق فقد وجه جلالة العاهل المفدة الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سرعة المبادرة في انفاذ التوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لبحث قانوني التقاعد حثا جلالته رعاه الله على سرعة انعقاد لجنة الحكومية البرلمانية المشتركة التي تبحث قانوني التقاعد وتكثيف اجتماعاتها وتطعيمها بالخبرات العلمية والعملية للوصول الى توافق بين جميع الاطراف يراعي المصلحة العامة ويحفظ الحقوق للمشتركين والمتقاعدين فلا بديل عن النجاح في هذا الملف الهام واشدد جلالة العاهل المفدة على اعطاء موضوع التقاعد بالاهمية المطلقة من البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمن هذا السياق فقد وجه جلالة الملك ايده الله باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهي ولايته وتطعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالامكانيات الادارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في ادارة هذا الصندوق الهام مثلين جلالته في هذا الشأن على ادارة الصندوق التقاعدي العسكري والجهود المشكورة التي بذلت لادارته بكفاءة اسهمت في اطالة عمر هذا الصندوق وديممته وقد اشهد جلالة العاهل المفدى بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية وتشريعية والذي دعمته والممارسة الديمقراطية الناجحة مما عزز المكتسبات الوطنية من خلال اقرار تشريعات متطورة تصب في صالح الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وترسخ من مكانة البحرين اقليميا وعالميا وبخاصة فيما يتعلق بتكامل الخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وحث جلالة العاهل المفدى على استمرار التعاون الحكومي البرلماني الذي يعظم من المنجز الوطني ويرسخ النموذج الامثل للديمقراطية في مملكة البحرين مع التأكيد على ان تكون التشريعات الوطنية معززة لاستمرار الخدمات المتكاملة التي تقدم للمواطنين وداعمة للتوظيف الامثل للموارد الوطنية ومراعية لحقوق ومكتسبات المواطنين ومحققة للتوازن فيما بين ذلك ومن اهمها تعديل قانوني التقاعد واثنى جلالة الملك ايده الله على الدور الذي تطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز مسيرة البناء والتطوير التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وبما تتخذه الحكومة من اجراءات مقدرة لمواصلة التنمية الشاملة والمستدامة وفي تحقيق معدلات نمو اسهمت في استقرار الاوضاع الاقتصادية رغم التحديات الاقليمية والعالمية الى ذلك فقد نوه جلالة الملك المفدى بالفعاليات التي تشهدها مملكة البحرين وما تموج به من نشاط اقتصادي وسياحي بفضل ما تشهده المملكة من اوضاع مستقرة انعكست ايجابا على استقطاب وتنظيم هذه الفعاليات المستقطبة للزوار والسياح وضمن هذا السياق فقد رحب جلالة العاهل باستضافة مملكة البحرين للاجتماع الثاني والاربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو الذي يعقد برعاية كريمة من جلالته واناب جلالته لافتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء كما رحب جلالته بالمشاركين في اعمال هذه الدورة والذي يعكس انعقادها في ربوع البلاد الدورة البارز لمملكة البحرين ثقافيا وتراثيا وحضاريا على الخريطة العالمية واكد جلالته اهمية قيم التراث العالمي وما يمثله التراث من دعم للتنمية المستدامة من جانبه اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ اعتزازه وتقديره للدعم والمسندة التي تحظى به منظومة العمل الحكومي من لدن جلالة العاهل المفدة واكدا سموه ان الحكومة تسترشد دائما بالتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بتنمية الموارد وضمان ديموتها وجعل التشريعات مواكبة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية ومقتضيات المرحلة وتحدياتها وان توجيهات جلالة الملك المفدة فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتكاملها ستجد طريقها للتنفيذ العاجل افق برامج عمل محددة تحقق التطلعات السامية وتلبي طموحات المواطنين كما اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي باعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد واكدا ان توجيهات جلالة العاهل المفدة ستنفذها الحكومة فورا وستطلع وتعمل بالتوافق مع السلطة التشريعية من خلال اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة للوصول الى افضل السبل التي تحقق التطلعات الملكية وتحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وتكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوصول بموضوع التقاعد الى حل يرضي الجميع وتتوافق عليه جميع الاطراف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر